اضرب عصفرين بحجر لكن الليلة انا هضرب اربع عصافير بحجر واحد هنعمل انبوبك السودانية من غير اللحمة ومن غير العضة وكمان الشطة الخضراء الرهيبة وانهائيا الويكة السودانية وحنأكلها بالكسرة الحبشية او الانجيرة وهنعملها كلها في حلة وحدة عشان ما نوسخ العدة وده يرأى يعني منكم تكتبوا لي في التعليقات عشان في الاحصائيات اول دولة بتشاهدني هي السعودية وتاني دولة الامارات وثالث دولة السودان ورابع دولة مصر بس هل في متابعين هنا بشاهدونا من بريطانيا برضو اكتب لي في التعليقات في الصحن انا ضفت ملعقة كبيرة من الملح الصخري وضفت عليه والموية وكيلو ونص من البامية والبامية عندنا هنا كبيرة الحجم وربطة كبيرة حقة الشبد خليت في الموية لمدة الساعة بعد كده غسلتها بالموية كويس في المصفة وزي ما قلت هنحمل الليلة اربع وصفات في وصفة اول حاجة بشيل راس البامية وديل البامية وبخليه في الصينية على جم وبالنسبة لي البامية بنقطع طبعا شرائح صغيرة او متوسطة الحجم الانتو داييرينه مهم لازم تكون شوية صغيرة في المصفة بعض ما يعني قعدت في المصفة ونزلت السوائل بضيف ملعقة صغيرة من الملح الصخري ده بساعدني عشان ما تكون كده لا يوغا ولزجة شديدة الراس والديل باخد تليه نص ملعقة صغيرة من الكربونات وصودا وبفركم فيه وحنعمل بيه الويكا هنا ما عندنا شمس في بريطانيا بنستعمل الارفراير المدة حتكون من 3.5 لأربعة ساعات عشان الكمية قليلة بالنسبة لي الشبت يعني بنخرطه على الناعم وبصراحة البامية او انبوكبوك بتحب الشبت كده كتير بعد ما خرتناه كده ناعم حنخليه على جم وحنبتدي الطبخة بحتاج بصلة كبيرة وحبشرة برضو على الناعم والطريقة دي طريقتية جماعة ما زي ما قلت لكم حنعمل الطبخة في حلة واحدة يعني ما حنوسخ عدة او يعني يعني حلال كتيرة عشان ما انا قف كتير ونتهدى في المطبخ في الحلة بضيف ربع كوباية من زيز زهرة الشمس من غير السمنة وحنضيف البصل البشرين بقلبه لحدك ما يدبل كده معايا كويس لونه يبقى شويس أصفر فاتح وبعد كده بضيف البامية المخرطنة وبتلاحظوا ان هي بيجد كده طلعت لزهجة وأبيض هنا بضيف ملعقة كبيرة من الكسبرة ملعقة كبيرة من مرقة الفجيتا وملعقة كبيرة من التوم المحروس وكمان كل الشبت اللي احنا خرطناه شايفين الكمية كيف كتيرة ده حيدي طعم رهيب للبامية المفروقة أو في ناس زي ما قلت بتقول على أم بوك بوك وبعد ما بقلبه كده كويس بغطيها بالموية السخنة بخليها يعني تستوي معايا هي بتستوي حنعمل الشطة الخضراء شطة خضراء كمية ثلاثة فصة طوم نص طمط ماية وكبشة بسيطة من الشبت عصير الليمون وملح على ذوقهم أنا ضدت ملعقة صغيرة من الملح ده الشطة جاهزة أحلى شطة حتاكلوها مع البامية المفروقة صدقوني لازم تجربوها رهيبة جدا البامية قربت تستوي معايا واستوت أنا بضيف لها نص ملعقة صغيرة من الكربونات وصودة وحتلاقوها فارد أطفو النار عليها ولو ما عندكم المفراكة زي بصراحة المضرب ده مريحني يعني بتضرب به لحد ما توصل القوامل انتو عايزوا وبصراحة كمان الكربونات وصودة بتخلي العيون أو الحبوب حقتها لون بنبية وده مفروض يكون لون البامية المفروقة السودانية هنا الويكة أو الريصان والديل خلاص جفوا معايا وباخدتهم في السحانة أو الطحانة عشان أضحنهم وأخليهم للوصفة الجاية ولو ديرينا الوصفة الجاية تكون ملاح التقالية اكتبوا ليه في التعليقات شايفين كيف الكربونات وصودة خلت الويكة كده خضراء وفاتحة ورهيبة جدا وزي ما ذكرت البامية أو مبوك بوك الليلة من غير اللحمة ومن غير العضة عشان إحنا قباط السودان لسا عصايمين وإن شاء الله في فيديو ده يعجبكم ويطلق سبلور ويصل للعجرة مليون